لم يسلم منها رجل أو امرأة الكلاب السائبة تهدد النجفيين وتنقض عليهم بضراوة عدد من الإصابات وحالة من الهلعي سجلتها المحافظة في الأيام الأخيرة جراء هجوم شرس لتلك الكلاب على مناطق متفرقة مسببة الرؤب والخوف عند الأهالي هذا ذاكي اليوم زلمة عدة منا مطلنا زلمة مطلنا استعدنا العدة هاي إذا عاطيتنا مدارس كون إحنا نوديهم بدينا نسواننا وعوائنا الله وكيلك نخاف عليها يعني قاعد نعاني كل جواد تشوف انت هذا تفضل شوف هنا بيانات حتى متوحشات يعني الطفل ما يقدر يطلع باب البيت يوقف لا المرة تقدر تطلع تسوق مفروض ما يسكتون مفروض طلعون وهالكلاب السائب لا يجب أن يساولونها تاره أطمان من النفايات البعض منها ملاسق للمدن باتت مرتعا وسببا لانتشار الكلاب السائبة بحسب دائرة صحة النجف التي كشفت بدورها عن إجراءات وقائية وأخرى علاجية في مستشفياتها في حال تعرض المواطنين إلى إصابات مباشرة وخطيرة الموضوع الكلاب السائب حقيقة ظهرت إصابات بالفترة الأخيرة نوعا ما متزايدة نحن نعزي هذا السبب إلى كثرة النفايات والأزبال الكرمون التي منتشرة والتي متنرفة في أوقاتها أدت إلى ظهور هذه الحالة نحن هناك إجراءات تتخذها الدائرة بشأن مكافحة الكلاب السائبة من الناحية الوقائية ومن الناحية العلاجية توفير المصول واللقاحات أرقام مرعبة من الإصابات سجلتها النجف بعضة الكلاب السائبة التي تتجول في الشوارع والساحات المكشوفة في ظل ضعف إجراءات معالجتها أكثر من 1600 إصابة بعضة الكلاب السائبة سجلتها مستشفيات النجف خلال عام 2022 وفق دائرة الصحة التي أكدت أن القضاء على هذه الظاهرة مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها من النجف محمد رزاق أتغيير